ورد إلينا هذا النبأ منذ قليل مشاهدنا الكرام تنعي وزارة الصحة والسكان دكتور أحمد عبداللواحة أستاذ التحاليل الطبية بجماعة الأزهر والذي وفته المنية في ساعة مبكرة من صباح اليوم عن عمر نهز سبعة وخمسين عام إثر إصابته بفيروس كورونا المستجدة وأضح دكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام أنه فور الإبلاغ عن حالة دكتور أحمد بأنها حارجة وإيجابية لفيروس كورونا المستجد تم نقله إلى مستشفى التضامن ببورسعيد وتم تجهيز غرفة استقبال الحالات الحارجة بقسم الطوارئ بجهاز تنفس صناعي وأيضا أضاف أنه تم التعامل مع الحالة وإعطاء العلاج اللازم وفقا لبروتوكولات العلاج المحدثة من وزارة الصحة لفيروس كورونا وبعد استقرار حالته تم نقله إلى إحدى مستشفيات العزل بمرافقة مدير مستشفى التضامن الذي أصر على مرافقة المريض وعلى الفور تم وضعه على جهاز التنفس الصناعي وتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة له وفقا لبروتوكولات العلاج لافتا إلى أن الحالة الصحية للطبيب شهدت أمس تحسنا ملحوظا إلى أنه حدث تظاهر مفاجئ ووافته المليع شكرا شكرا شكرا